سهل خير على السيدة المشاهدين في كل مكان وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة ومتميزة من برنامجكم ضيف وحكاية زي ما عودناكم في كل حلقة هيكون معنا ضيف مميز ويكون معايا حكاية جميلة إن شاء الله في آخر الحلقة لكن قبل ما قدم الضيف حابب أقول إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة ومن أجل النعم دي نعمة الصحة نعمة الصحة لا يضاهيها أي شيء إنسان لو كان عنده نعم كثيرة زي المال أو أي حاجة في الدنيا ما يقدرش إنه يتنعم بيها أدام صحته في خطر عشان كده الموضوع ده بيشغلنا كلنا النهاردة معنا ومعاكم دكتور مصطفى سعدون أخصائي التغذية العلاجية والسمنة أرحب بيك أهلاً بك دكتور أهلاً مساءنا زي الشامي أهلاً حضرتك كورس عيدة باشي أهلاً سعيد ونورنا بنعمل برنامج أهلاً حضرتك أهلاً سعيد أنا كنت عايزة أقوله دكتور النهاردة المشاكل الكتيرة بتاعت السمنة والريجيم وبعض الدكاتر حتى ما عدوش إنه هم بيقدروا إنه هم يتكلموا في حاجة إلا ما بيتابعوا وزن المريض أنا عايزة أقول لأستاذ المشاهدين النهاردة تأثير السمنة على الصحة العامة الموضوع جميل جداً والسمنة طبعاً لها دور كبير على الصحة العامة بس لازم الأول نعرف يعني إيه سمنة الأول السمنة هي زيادة مفرطة في الوزن يعني مش كل الوزن الزايد بيعمل لي مشاكل صحية لأنك النهاردة بتتطرك لموضوع مهم جداً اللي هو الأضرار المترتبة على زيادة الميزان أو السمنة مش موضوع السمنة كتوتل بالنسبة لنا دلوقتي فالسمنة النهاردة فيه زيادة معقولة للميزان دي بتتحسب على حسب كتلة الجسم وفيه زيادة مفرطة الزيادة المفرطة هي اللي بتسبب لي المشاكل الصحية المشاكل الصحية النهاردة بندخل في حاجات كتيرة جداً وكل التخصصات يعني من فترة كبيرة ما كناش نسمع أن الدكاترة تحول لنا الحالات بسبب الميزان يعني دكتور القلب، دكتور الباطنة، دكتور النسا كان الأول بيتعاملوا مع الحالات بشكل تلقائي لدرجة أن هم كانوا بيكتبوا بعض الأنظمة أو بعض الأدوية اللي بتساعد على إنقاص الوزن لكن في الفترة الأخيرة الموضوع بقى ملفت جداً أن هم السمنة بقت حالة منفاردة أو مش هنقول عليها مرض بس هي النهاردة بقت يعني مسبب لأمراض كتير بتعوكم في إيه؟ في البرنامج العلاجي بتاعهم مع الحالات بتاعتهم فأصبح نزول الميزان النهاردة ضرورة مهمة جداً لأن هو دكتور النسا لما بيبعات لي حالة فيها تكاييسات أو بنسميها دونة على المبايد مثلاً بتبقى عنده مشكلة أنه هو بيعالج التكاييسات ولكن ما زال الوزن الزايد عامل مشكلة على المبايد فهو بيعالج أعراض ولكن فيه سبب رئيسي موجود فالصحة النهاردة العامة بقت مرتبطة بالوزن بشكل كبير كشكل جمالي وكشكل صحي الأمراض القلبة، أمراض الكوليسترول، الضغط العالي، أمراض السكري كلها الدرجة الأولى والتانية كل ده بيأثر طبعاً نتيجة لزيادة الميزان طبعاً أنا عايز أقول له دكتور دلوقتي السمنة ما قدش للأسف مرتبطة بعمره معين بقت ناس كتيرة جداً وبنشوف أعمار لو النهاردة في حد بيحاول يعالج الموضوع ده أو أنت حضرتك بيجي لك بيش أنه عايز تعالج من القصة دي هل عمره وسنه بيكون بالنسبة لك عامل أساسي في أنه هينزل أو مش هينزل؟ ده سؤال مهم جداً لأن السن النهاردة فعلاً بقى عامل مشكلة كبيرة عند بعض الناس فيه اعتقاد خاطئ جداً عند الناس أن موضوع النزول الميزان اللي هو زيادة الميزان المرتبطة بالسنة مرتبطة بسن معين فنبدأ نسمع الكلام ده في الأمهات لما تيجي تقول لك أنا ابني مليان بس عاوز يخس يعني ربطت كده موضوع السنة بالسن من سن كام هو أنا أبدأ أخسسه من سن كام وفي نفس الوقت فيه طايفة تانية يقول لك إيه الحرق بيقل بعد الأربعين الحرق بيقل بعد الخمسين الناس الكبار ما ينفعش تخس في حين أن إحنا جينا في طايفتين أن الموضوع السمنة تأثر عليهم أكتر من الشباب يعني الشاب إحنا بنتحركه بنروح وبنيجي فأصبح الفكر الخاطئ أن الأطفال ما بيخسوش والكبار ما بيخسوش في حين أن مشاكل السمنة كلها بتتركز فين؟ في السن الكبير من بعد الأربعين والخمسين نبدأ نسمع مشاكل المفاصل، الخشونة، الضغط العالي، السكر التدرج الطبيعي للجسم أو مش هنقول بقى انهيار أو الشيخوخة أعراض الشيخوخة زي ما بنقول العكس خالص في الأطفال إحنا هنقسم العمر بناء على النمو الجسم لأن أصبح النهاردة الموضوع مرتبط بين حكتين اتنين السنة والنمو الطبيعي للجسم النمو الطبيعي للجسم مرتبط لحد سن معين لحد سن 18 سنة أي حد بيفضل نموه يزيد فإحنا عندنا أربع حاجات بيزيدهم في جسم الإنسان منهم اتنين صحيين ومنهم اتنين غير إيه؟ صحيين نموه العضم والعضلات دي حاجة طبيعية جدا وده النمو المطلوب لإنه اللي هو أنت هتطول فبالتالي وزنك بيزيد بناء على كتلة العضم وكتلة العضلات إحنا بناكل بطريقة غلط أو بناكل نوعيات أكل غلط فبالتالي وزني بيزيد حكتين تانيين ما لهمش لازمة اللي هما المية والدهون إزاي ده فهنا إحنا بنتكلم هل وزني مناسب لطولي أو لسني على حسب كتلة الجسم اللي بتتحسب بطريقة مختلفة في الأعمار المختلفة ولا أنا وزني مش عامل لي مشكلة فيبقى النموه بالنسبة لي إيه؟ طبيعي فإحنا بننصح دايما أن من أول سن يوم في حد سن ثلاث سنين ده بتتبع مع دكتور الأطفال بشكل مباشر لأنه هو المسؤول عن حالة إيه؟ الطفل بيحسبها بالجرامات وبيبدأ يدي له كميات أكلة أو كميات مناسبة على حسب سنه إحنا بنبدأ شغلنا من أول ست سنين تقريباً لما بنلاحظ أن نمو الطفل زايد عن وزنه أكتر من عشرة كيلو يعني في عين الأمهات تتقول لك مثلاً أن أنا ابني إحنا نقول لها زايد وها تقول لك إيه؟ لأ ده كويس لأنها شايفها بعين الأم اللي هو ابني كويس كده وإيه وحالته الصحية كويسة لكن لما نيجي نزيد النهاردة الوزن عن عشرة كيلو يبقى أنت ابنك بدأ يدخل في إيه؟ في مرحلة خاطرة شوية اللي هي هتبدأ تعملي مشاكل صحية وممكن نوصل إن الطفل يجيله سكر أو يجيله أي مرض مرتبط بزيادة الميزان في المرحلة العمرية ديت وبالتالي علاجها دلوقتي هيبقى أسهل كتير من علاجها بعدين طبعاً أنا عايز أقول لك دكتور ونستغل وجودك في مشكلة بدأت الناس تتساءل عنها كتير جداً وجايل لنا أسئلة السمنة بتاعتها الأطفال طبعاً الحركة دلوقتي بتقولي المفروض إن الأم تتابع وتبتد إن هي تشوف مع دكتور أطفال إيه الوضع اللي بيحصل ولو يريد مخرجنا الجميل أستاذ تامر يعرضنا بعض الصور للأطفال في بعض إن الأطفال الوزن بيبقى باين عليه يعني إحنا مش عارفة الأم تحدد هل ده سمنة ولا ده هيبقى بعد كده نمو ولا تشتغل مع نظام غذائي ولا تعمل إيه؟ أنا هقول لك على طريقة وهقول للمشاهدين على طريقة سهلة جداً نحسب بيها وزن الطفل المثالي في أعمار مختلفة بعيداً طبعاً عن حساباتنا احنا وحساب الإنباضي وكتلة الجسم والكلام اللي احنا بنعمله لأن احنا عندنا شرط كبير جداً بنحسب عليه النمو الطفل في عمر مختلف لكن بطريقة بسيطة بورا وقلم كده حسبة بسيطة احنا هنقول لكل أم من سن سنة لحد سن تسع سنين انت بتجيب عمر الطفل ونضربه في اتنين ونزود عليه تمانية يعني لو إحنا لو إنت ابنك عمره ست سنوات يبقى هنضرب اتنين في ستة باثناشر وثمانية عشرين كيلو يبقى ده الوزن المثالي لطفلك في الايه؟ في الوقت ده في الوقت ده ذات كيلو قال لي كيلو دي مش مشكلة ده موضوعه طبيعي جداً يعني ولكن الوزن الطبيعي لما أقول أنا عشرين وأبدأ بعد كده ألاقي وزنه تلاتين وخمسة وتلاتين يبقى أنا كده بقى عندي إيه؟ سمنة مشكلة السمنة هنا ما بقيتش مرتبطة بسن معين لا إحنا لازم نتدخل في المرحلة دي علشان نعالج الوزن الزايد من أول عشر سنين بيبدأ الطفل يبان كشاب بقى مثلاً صغير ففي حزبة تانية بنقيسه الطول ونشيل منه مية يبقى أصبح الحزبة اللي هو الوزن المثالي اللي احنا متعودين عليه الوزن المثالي اللي احنا متعودين عليه من أول عشر سنين تقريباً لحد أي سن معين أعتبر أن الطفل مسئولية الأم مش مسئولية وهو لأنني مش هقدر أقوله بطل كذا يبطل ويعمل كذا يا أمي دكتور يعني الحاجات دي أكيد بتمثل لك يعني حاجة أنا بالنسبة لي ده تحدي كبير أكتر من الكبار طفل عملت أولها وحاجة ببقى مبسوط بيها ومستمتع بيها لأنك بتدي للطفل بتعيشه سنه وبتعيشه مراحل العمرية المختلفة وعموماً بنلاحظها في البنات أكتر من السوبيات البنت لما بتيجي في سن العشر سنين فيما فوق بتبدأ مرحلة تانية في حياتنا غير مرحلة النمو وتدخل اللي هي مرحلة البلوغ فترة الدورة الشهرية وبدايتها وتغيير الهرمونات فيه هرمونات جديدة وهرمونات كتيرة بتبدأ تتغير فبالتالي دي بتتأثر على الميزان فأنا لو وزني زايد بطريقة مظبوطة هنلاحظ أن الفترة دي بتعدي بسلام لو أنا وزني قبلها زايد بطريقة غلط هيبدأ برضو الفترة دي ايه بتتأثر حتى فيه معلومة مغلوطة عندنا كلنا دايماً يقولك ايه الطفل لو وزنه زايد وهو صغير سيبه لما يبلغ أو لما يجبر هيفرد ايه عيباً هيفرد طول يقوله كده دايماً دي فكرة غلط يعني دي حتى لو موجودة بنسبة عشر وعشرين في المية مش بنلاقيها دايماً في كل الاولاد وبالعكس ده بتعمل لنا مشكلة كبيرة ما بنتدركهاش بعد كده غير بعد فوات الأواني يعني أنا لو جاي لي واحد بيخس عشر كيلو السنة دي السنة الجاية هيجي لي يخس عشرين كيلو فالموضوع بقى ايه بقى أصعب وفي حين ان العشر كيلو الزيادة هيعمله مشاكل صحية أقل كتير من العشرين حتى فيه معلومة بسيطة دايماً يسأله عليها يقولك يا دكتور أنا هنقولها كده بسيطة أنا ابني مثلاً ايه عنده خطوط صمرة في رقابته وخشنة ومهما أخسل فيها مش بتروح يعني افتكروا ان الموضوع بقى ليه داخل بالنظافة الشخصية لا ده دي علامة اياً كان الطفل بتقدي لان النهاردة البنكرياس بقى عليه ضغط جامد فمش قادر يفرز الانسولين المطلوب لجسمك فدي مؤشر ربنا خلق وكده بشكل بسيط ان انت خلي بالك احنا الطفل داخل في مرحلة الايه السكري اللي هو ده السكر من المرحلة تبع علومة مهمة جداً لازم اللي هو تنتبه ليه بتلاقي دايماً خطوط صمرة بشكل ملحوظ وخشنة مش نعمة يعني مش نفس درجة ايه نعومة الجلد بالنسبة لي نبدأ نبص ليها والأم تستغرب وتبدأ تسأل ايه دوت وتروح لدكتور الجلدية وتروح لدكتور اي حد الكريمات وحاجات ان هي تضيع الايه اللون بس طبعاً ده معلومة غلط لان دي ما لهاش علاج العلاج بتاعها هنزول الميزان فبالتالي الانسولين والكورتزول الطبيعي في الجسم بيبدأ يتفرز بشكل طبيعي فبنبدأ ان ايه ناخد النتيجة اللي احنا عاوزينها طب عايز اقول يعني سؤال برضو بطرح نفسه في نزول الجسم حرك كنت بتتكلم ان احنا لما بنعمل نظام غزائي وبتدي الناس تحس بالنزول فيه ناس بتقعد تقولك ان انا مقاسات بتتغير اجا حط نفسه على الميزان الاقي نفسه زي ما انا معلومة مهمة جدا 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 او اللي بيعرف تخسيص صح او اللي عاوز يخس بشكل ملحوظ نزول المقاسات افضل مئة مرة من نزول الميزان تمام نزول المقاس يعني حرق دهون من جسمي اتحرق الدهون يعني شكل جسمي تغير انا النهاردة ممكن يبقى نفس الوزن بس بأشكال مختلفة زي ما بنقابل النهاردة لو جبنا راجل طوله 180 سنتي 170 سنتي والست 170 سنتي استحالا نلاقي الاتنين نفس الشكل واستحالا نقول لهم الاتنين انتوا هتبقوا نفس الوزن المثالي لان انا عندي كتلة العضم والعضلات في الراجل دايما اتقل كتير من الست فانا ممكن في الوزن المثالي بزود 10 كيلو فرق على الراجل وفي الست بنقص من 15 كيلو يعني ده نقول له وزنك 80 وده نقول له وزنك 65 في حين ان 65 هم نفس شكل 80 فلما بنيجي نعمل ريجيم وزني زايد انا عندي نزول المقاس اللي يجي يقول لي اول معلومة بقولها لللي بيتابع معايا حاسس بفرق في المقاس ولا لا انا كده بتأكد ان جسمه بيحرق ولا لا يطلع على الميزان تلاقي الفرق زايد او ناقص دي ما تشغنيش حال يعني اذا المفهوم الغلط انه هو الناس بتبقى مستقلية موضوع المقاسية مع اني حرق بتقول لي المقاسات افضل من نزول اصلا المقاسات معناها انه حصل حرق طبيعي للدهون المتراكمة في جسمي فبالتالي انا استفدت صحيا واستفدت كتير من حرق الايه الدهون يعني اتحولت من صورة صلبة لصورة سهلة ان الجسم يتخرج منها ولكن اصبح عندي مشكلة مش في حرق الدهون دي بي دايما بنقولها الناس اول ما تدخل علي دكتور انا حرق وحش جدا لأ انت حرقك حلو جدا بس انتي مش واخد بالك من نقطة مهمة اسمها الاخراج يعني اللي اتحرق لازم يخرج من جسمي الحرق يعني المقاس والاخراج يعني الميزان فلو اللي اتحرق خرج يبقى انا خدت مقاس وخدت ميزان فاللي بيخس في المقاس مايزعلش يدور على ايه السبب ان انا الميزان ماينزلش لكن ما عودش هسأل في الميزان ما انا ممكن انزل الميزان بمية طريقة بس نزلت غلط ايه حرقنا نزلنا مي حرقنا عضلات عملنا اي حاجة بتأثر في الميزان بس ده بيتم في اول رجيم ولكن بعد كده انت مش مستفيد كتير لان الدهون ايه ما تحرقتش فانت لما تقولي انا نزلت في المقاسات انا بقى مبسوط جدا بس انت مش فاهم ان انت لازم تشرب مياه كتير او تشرب سوائل كتير تخلي الدهون اللي جسمك حرقها ايه تطلع منه ممارسة الرياضة من الحاجات الكبيرة الغلط الناس فاكرها ان انا بامشي وبعمل رياضة ان انا هخس في الميزان هي نفس الفكرة اللي انت قلتها ان الرياضة بتساعد على حرق الدهون بس ما بتدخنيش حمام فبالتالي شكلك هيخس ولكن وزنك يعني انا ممكن انزلك 3 كيلو في اسبوع بالنظام الغذيائي مثلا وانت ممكن تنزل 3 كيلو في شهرين بالرياضة فاصبح الفرق مش في الميزان دلوقتي في حين ان انت لما هتنزل بالرياضة بتاخد شكل افضل كتير من نزولك العادي لان الرياضة بتشغل العضلة وبالتالي الجلد بيتشد وبنحصل على شكل وكوان متناسب جدا ففرق المقاس اللي ينزل فرق في المقاس يفرح جدا جدا اكتر من نزول الميزان واللي بينزل في المقاس وماينزلش ميزان يدور او يسأل ليه ميزاني ما بينزلش لان انا ممكن احرق النهاردة دهون في حالة كده خاصة كده هنقولها بالراحة خالص في الست في فترة الدورة الشهرية مثلا انا بقى طول الاسبوع انا منديك نظام ومنديك حاجة تحرق في الايه في الدهون فترة الدورة الشهرية جسمها بيزيد من اثنين لتلاتة كيلو مية فالدهون اللي انا نزلتها طول الاسبوع بازت على الميزان زادت ايه مية فما تجيش تزعلي لان دي مرحلة مؤقتة مرحلة الكام يوم بتوع الدورة الشهرية دول جسمك بعدها هيبدأ الهرمونات تضيبط فيه تاني وبالتالي وزنك هيبدأ ايه ينزل تاني فنزول المقاس يعني حاجة جميلة جدا ونفرح بيها زي ما قلت انا عندي اسئلة كتير جدا على موضوع نزول الوزن او الانقاص بس انا في حاجة بحيث ان احنا جايين على طايفة كبيرة منها الى وهي النحافة الناس بتسأل وعايزين نتكلم على الموضوع ده ونعرف الناس ايه النحافة او ايه اللي احنا ممكن نساعد الناس فيه النحافة يعني احنا دخلنا عكس الميزان نهائي النحافة هي نجول كتلة جسمك عن الكتلة الطبيعية اللي هي حزبة مختلفة برضو في الاطفال غير الكبار غير السن الكبير برضو الموضوع بيختلف النحافة بتبدأ من الطفل وهو صغير يعني محدش يجي يقول نفس الكلام عكس الكلام اللي قلنا في السنة ممكن يتقال في النحافة الولد رفاع سيبيه ده هيكل وبكرة يبقى ايه كويس ما همش عارفين ان خطر النحافة في الاطفال اكتر كتير من الكبار او ليه الكبير بيوصل انه يبقى نحيف لان احنا مهتمناش به في مرحلة وهو صغير انا عندي النهاردة نمو جسمي يعني كتلة الجسم الطبيعية اللي بتتبني في النهاردة في فترة النمو بتعتمد على وزني يعني هل انا عندي غزة وفيتامينات تخلي الكالسيام وفيتامين دال وغيره يبدأ العظم ينمو بشكل صحي وبشكل سليم طب لما يحصل نقص جامد في الفيتامينات دي فبالتالي الشكل العام هي ايه هيتأثر ايه بنقولها دايما بطريقة وسيطة جدا للامهات العظماية اللي بتشيل 20 كيلو كده العظماية اللي بتشيل 50 كيلو كده العظماية اللي بتشيل 100 كيلو كده يبقى كتر العظم نفسه اللي هو كسافة العظم بتتحدد على اساس الغزة اللي انا داخل جسمي فكل ما الغزة يبقى قليل كل ما ايه كل مشاكل جسمي هيبقى نحف فعلشان كده من سن صغير لازم نهتم بالنحافة النحافة انه يبقى وزنك نازل عن كتلة جسمك الطبيعية المفهود ان انا لو وزنة طبيعية 70 يبقى انا ناقص اقل من 10 كيلو او اكتر عن وزن المساوي يعني طبعا 70 احنا ما بنشوفهاش احنا بنجينا مثلا واحدة عندها 15-16 سنة ووزنها 35 كيلو تبقى انت قاعد مفتقد وهي طبعا بتبقى اكتر حصلة على نفسها من المليانة ليه لان هي في مرحلة مرحلة بلوغ ومرحلة نمو فبتبقى شايفة نفسها بشكل مختلف نظرا لقلة الجسم ونحافة الجسم فاحنا بنهتم جدا بالنحافة من سن النمو عندي نمو وبلوغ اهتم بيهم لحد 18 سنة لما بنزيد في الميزان لحد 18 سنة جسمي بياخد الغزا ويزود بيه كسافة العظم وبالتالي نمو يبقى بشكل ايه سليم احنا اذا انا دكتور لما بيكون فيه طرق في الانقاص بيرضوا بيبقى فيه طرق في النحافة يعني انحرك قبل ما بتبتدي العملية بتاعت ان انت تعمل انقاص لحد وزنه زي بتشوف المية قد ايه الدون قد ايه هتشتغل على ايه صح؟ تمام النحافة نفس الكلام النحافة بنحسب كتلة الجسم احنا نقولها بطريقة تانية خالص النحافة اصعب كتير من السنة يعني اللي يجي يخس بالنسبة لي اسهل كتير من ان احنا نزود يعني انا بالعربي كده لو عندي بيت مبني وعاوز ابني دور زيادة ده اسهل ولا ان انا عندي بيت مبني وههد الدور الزيادة ده ههد الدور الزيادة الموضوع باي حاجة هتلاقي الموضوع بقى سهل فدايما نزول الميزان بالنسبة لنا اسهل كتير علشان كده دايما هنقولها معلومة بسيطة مفيش حد يقلت حد محدش يقلت حد في زيادة الميزان انت ممكن يبقى عندك مشاكل مختلفة تأثر على ان الوزن مش بيزيد اول حاجة لازم نشوف ليه يعني قبل ما حد ييجي يقول لي يزودني عشرة كيلو انا لازم اقول له هو انت ليه ما زيتش اصلا يعني لازم ندور على السبب اللي خلى وزنك انت ما زيتش بطرق كتير عندنا المشاكل دي بتبقى بمشاكل من بسيطة لمشاكل كبيرة من مشاكل المعدة وعصر الهضم والديدان لمشاكل الغدة الدركية والغدة النوخ خمية اللي هي اصلا مسؤولة عن ايه عن نمو جسمي فترة النمو وبتوصل كمان لحاجة اسمها هرمون النمو اللي هو الجروس هرموني المسؤول عن الوزن فلازم نعمل الاول نشوف المشاكل الصحية نحلها وبالتالي وزنها هيبدأ يزيد بشكل ايه صحي طب عايزينا دكتور احنا يعني نوعد السادة المشاهدين وحضرتك معانا ان يكون فيه لقاء ان شاء الله قريب ونتكلم على وضوع النحفة بشكل اكبر هي اها موضوع مهم طبعا لان احنا انا دايما بتابع البرامج دايما بتكلموا على انقاص الوزن انقاص الوزن احنا عايزين برضو الناس دي منزعلهم شي ونتكلم على الموضوع وحضرتك دايما بتدينا المعلومة المهمة يعني ان شاء الله يبقى فيه حلقة مفيدة ومختصرة لان نحافة عشان نوصل برضو الناس للوزن المثالي ان شاء الله احب اشكر الدكتور مصطفى سعدون اخصائي التغذية العلاجية والسمنة وعزائي المشاهدين جي معادنا معها الحكاية عبدالله بن عباس رضي الله عنه بيحكي قصة من اعجب الكصص في وجود سيدنا داود عليه السلام وزا منتوا عارفين سيدنا داود عليه السلام كان نبي وكان ملك وكان بيحكم بين الناس وكانت هناك امرأة حسناء في بني اسرائيل راوضها اربعة من علية القوم فابت هذه المرأة بعفتها فلما لقوها مش عايزة ان هي تسمع الكلام اجتمعوا عليها لكي يقتلوها فذهبوا الى نبي الله داود عليه السلام وقالوا ان هذه المرأة رأيناها ربت كلب وعودته ان ينال منها كما ينال الرجل من امرأته فقال كيف هذا؟ قال رأيناها يا نبي الله مرارا وتكرارا فلما اجمعوا وهم اربع شهود امر نبي الله داود برجمها ففي نهاية اليوم وكان سيدنا سليمان عليه السلام ما زال صبيا صغيرا اتى باصحابه واعتلى العرش وكأنه نبي الله داود يريد ان يفعل مشهد تمثيلي لنبي الله داود يريه امرا معينا وجعل الصبية كأنهم هم الشهود ثم اتى بصبي خامس كأنه المرأة وقالوا ماذا فعلت هذه المرأة؟ قالوا يا نبي الله فعلت كذا وكذا وكذا فقال رأيت المرأة؟ قالوا نعم مرارا وتكرارا قال اذا تفرقوا فلما تفرقوا نادى على واحد منهم تلو الآخر قال رأيت المرأة؟ قال نعم قال كم مرة؟ قال مرارا وتكرارا قال اذا ما لون الكلب؟ قال ها؟ قال ما لون الكلب؟ قال اسود؟ قال ارجع ثم اتى بالثاني قال ما لون الكلب؟ قال اصفر ثم رجع ما لون الكلب؟ قال ابيض ثم رجع ففهم سيدنا داود ما أراده نبي الله سليمان وهو صبي لكي تعلم لماذا قال الله سبحانه وتعالى ففهمناه سليمان فأتى في اليوم الثاني واجتمع بهؤلاء وقال رأيت المرأة قال يا نبي الله ألم تحكم بالأمس قال أريد أن أعرف رأيت المرأة قالوا نعم قال كم مرة قال مرارا وتكرارا قال تفرقوا فلما تفرقوا وفعل ما رأاه من ابنه الصغير وجد أنهم قد كذبوا عليه فأمر بهم وقتلهم جميعا القصة مفادها أن احنا ممكن ناخد الحق من أي حد حتى لو كان صغير القصة مفادها أن مهما يجتمع أهل الشر ومهما يمكرهم ويمكرون ويمكر الله للأسف الحلقة انتهت لكن إن شاء الله الحكايات لسه ما انتهتش إن شاء الله شوفكم في حلقة جديدة مع ضيف مميز وحكاية جديدة دامة مصر محفوظة بجيشها وشعبها أشوفكم على خير الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته